بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هؤلاء المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوه النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَ عَلَيْنَا شِخْوَتْنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا غَالِينَ قَالَ اخْسَرُوا فِيهَا وَلَا تُكَدِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيْخٌ مِّلْ عِبَادِ يَكُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَإِنْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ اللَّهِينَ فَاتَّخَلْتُمُوهُمْ سِفْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ يَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثُتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِجِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْكَبِيرُ وَمَنْ يَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَتْ آخَرْنَا بُرْهَانَ لَهُمٍ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَابِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْنُ اللَّهِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة أنزلناها وقررناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما من تجلده ولا تأخذكم بهما ربكم في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما ضرور فتن من المؤمنين الزاني لا ينكر إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكرها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرون المعصنات ثم لبيتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصالحين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويضرب عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها كان من أصحاب الدين ولولا قضل الله عليكم ورحمتكم وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اتسب من الإثم والذي تولى كبرا ورحموا منهم له عذاب عرض لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إذ كن بير لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فهؤلاء الولئك عند فالله أول كابفون ولولا فهل الله عليكم ورحمكم في الدنيا والآخرة لمسكن فيما أقضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأخواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم ولولا إن سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا مهدام عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنون ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله ربو رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشان والنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمة وما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمة وما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع العليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يبتوء للكنفى والمساكين والمهاجنين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ نُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَرْمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَنْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْدُلُهُمْ بِمَا تَانُوا يَعْبَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُؤْمِينَ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أُولَئِكَ مُبَرَّضُونَ مِمَّا يَقُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ شَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَنِسُوا وَيُسَلِّمُوا عَلَى أَيُّهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَيُّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدُخُلُوا بُلُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ بِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْنَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَبُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْبُوا مِنْ أَرْصَارِهِمْ وَيَحْفَهُمْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْبُدْنَ مِنْ أَرْصَارِهِنَّ وَيَحْفَبْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا إِلَّا مَا وَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِكُوبِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِقُولَتِهِنَّ لِلْمَاهْمَاءِ زُولَتِهِنَّ وَلَا يَبَدِينَ وَلَا آبَاءِ زُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَنَائِهُنَّ أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إحوالهن أو بني إحوالهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو إحوالهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيره من إغبة من الفجال أو الطفل الذين لم يرهروا على عروتهم أو الطفل الذين لم يرهروا على عروتهم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يففين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم سفيعون وأنكروا الأياما بنتم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا قطراءً لهم الله من قبله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يبنيهم الله من قبله والذين يبتعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً لتمتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرامهن رفور رحيم وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيْنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مُقَبْلِكُمْ وَمَرْعَةً لِلْمُتَفِينَ اللَّهُ مُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْنَوْلِ نَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا بِصْبَاحٌ بِمِصْبَاحٌ فِي زُجَاجَةٌ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُبِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ الزُجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُبِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَّةٍ وَلَا أَرْفِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُ لَا يُضِيبُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٌ عَلَى أَنُونَ يَهْدِ اللَّهُ بِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ في بيوت الأذن الله أن تُؤْفَعَ وَيُهْكَرَ فِي هَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِ بُتِجَعَاتٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَاعِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاءِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْكُلُوبُ وَالْأَرْصَالِ لِيَجَزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ وَاللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغْيْرِ حِسَاءٍ صَدَقَ اللَّهُ عَمِينَ تَتَقَلَيْ